ما هي الخطط الجديدة والآليات الخاصة بالنشر القوات الأمنية على الحدود العراقية مع إيران وتركيا يعني ما الجديد بخطة مسك الحدود الدولية على جانب الحدود العراقية على جانب الإيراني والتركي من جهة ومع دول الجوار الأخرى من جهة ثانية يعني هذا سؤال مهم جدا منذ 40 سنة لا يوجد هناك لدينا قدرات عراقية من حرص الحدود سوى أنه من القوات الاتحادية وبالتعاون ما بين القوات الاتحادية وقوات البشمرقة على مسك الخط الصفري لوجود مشاكل كبيرة ورثتها الدولة العراقية الآن في عهد سيد محمد الشيع السوداني سنذهب بالمضي إلى المخافر الحدودية على الخط الصفري كان مع الحدود الدولية مع إيران أو تركيا أو غيرها كذلك من الحدود الأخرى مع الدول الستة المحيطة بالعراق وهي صديقة للعراق والديها علاقات الآن عميقة ومتينة لكن المشاكل التي ورثناها من قضية المعارضة الإيرانية والمعارضة التركية على المسار الحدودي أو الشريط الحدودي العراقي الإيراني أو العراقي التركي جعل الآن هناك فرصة تحركت في النظر إلى منظومة الأمن القومي ومنظومة الدفاع الوطني عبر التعاون ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة قليم للوضع خارطة الطريق هذه خارطة الطريق تعمل على مسك السيادة العراقية بصورة تامة جدا من خلال التعاون المشترك لمواجهة هذه التحديات وكذلك بالمقابل اللوائين الذين سيتشكلان بعد إقرار الموازنة المقبلة لعام 2023 هما بذرة التعاون العميق الذي حقيقة جرت القيادات ما بين قيادة العمليات المشتركة وما بين قيادة قوات البشمرقة للتعاون المتين ما بين الطرفين للوصول إلى هذه النقطة وبالتالي السيد محمد الشاعر السوداني يريد أن يستثمر هذه النقاط الأساسية في تعزيز منظومة الدفاع الوطني وتعزيز كذلك بالمقابل اللحمة الوطنية ما بين القوات المسلحة وكذلك القوات الأمنية بمختلف صنوات اشتركوا في القناة